طبعاً كنا عارفين لما الشخص بيوصل 78,875 سبسكرايبر لازم بيعام الفيديو خوص حقائق عن نفسه فأنا بسراحة كنت عايز نوعه على المحتوي عادي فسألتكم على الصفحة ايه أكتر خمس حقائق نصكم تعرفوه عني فادتوني بعض الأفكار وبعض الحاجات وإلا اضافة الكامحاجة كنت عايز أولاكو فالفيديو ده يكون حلو خليه يدع على المحتوي الفيديو ده بيجي برعاية فيديو كومفيرتر ultimate برنامج بينزل على الكمبيوتر بقدر يكمبرس حجم الفيديوهات الكبيرة اللي بتطلع من الكاميرا زي سوني الفيديو بيطلع بعشرين وتلاتين جيجا بقدر يصغروا لأحجام بسيطة جدا تقدر تنشرها على السوشيل ميديا وفي خلال الفيديو ده هنتناقش في إمكانيات البرنامج ده بطريقة لطيفة بس خليها نروح لأول فاكت وهي رقم خمسة في الفيديو وهي ان انا كنت بلعب لعبة كرة اليد لمدة 8 سنين من عمري لعبت في النازل الاهلي لمدة تقريبا 4 سنين بعد كده روحت نازل سكة الحديد عاد في تقريبا من 3 ل 4 سنين بعد كده روحت المقالين معادتش في كتير بل كده جات نازل سكة بعد كده دخلت الجامعة ووقفت لعبة كرة يد دي ميدانيا ذهبية كنا كسبناها في مسابقة طبع جامعة MSA كنا اخذنا المركز الاول في المدرستي دي مش دهب دي فالسو بس حاجة مقايمة قوي بالنسبة لي ده كتلال لها معلقها فوق السرير عشان دي بالنسبة لي حاجة قايمة جدا 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 عمام خلينا كامل بقيت الحقق في ناس كتير قوكة بتسألني هو انت بتجيب فلوس كامل ليوتيوب يا يوسف انت بتربح كامل يوتيوب خلينا اقولكم بس حاجة بسيطة ان تقريبا لو حسبنا حزبة كده بكل الفلوس اللي جات لي في حياتي من مجال الفيديوهات او مجال صنع المحتوى فنقدر نقول ان اليوتيوب يشكل تقريبا سبعة في المية تمانية في المية ممكن يزيد يوصل عشرة في المية بالكتير قوي من الفلوس اللي بتيجي من الشغل في مجال صنع الفيديوهات فجماعة لمرة مليون اليوتيوب ما بجمش الفلوس خالص الحقيقة رقم ثلاثة ودي حقيقة ممكن نكون معظمكم عارفها وهي ان انا عندي واحد وعشرين سنة ولسه طالف في كلية انا طالف في كلية الحاسبات والعالمات فجامعة عين شمس قسمة في كلية اسمه software engineering هندسة البرمجيات انا مازلت في سنة 4 انا مش شخص بشتغل شغل كده انا مازلت بعمل يوتيوب ده مع الجامعة مع ماشرع التخرج مع قناة الفلوجات اللي نزل عليها فلوج رحلة الصين اللي اولين انت لازم تشوفها تلاقيها في الايفو وعلمين فهنلسه طالف في الجامعة ونطلع فاصل صغير معايا انا برضو بس في حتة مختلف الباش عمال يتكلم قدام الكاميرا وما يارفش حاجة قوي عن الادنج فخلينا اكلمكم عن الادنج الفيديو كونفيرتر ultimate مش مجرد بس يقدر يكونفيرت الفيديو يقامل الحديات الملهة من اسمه كما تقدر تحمل الفيديو بيتاخد لينك الفيديو على يوتيوب وتحطه جوه البرنامج وهو بيحمل الفيديو وتقدر انك تحمل كزا ملف فيديو عن طريق حاجة اسمه fast download mode بينزل كزا من الفيديو في نفس اللحزة ففي الاخر بيكون اسرع من الدومنلودر الطبيعي بتاعك بالاضافة لكده كمان ممكن تحرق الفيديوهات دي لدي في دي لو انت لست بستخدم الشيه ده او لو انت تقني متطور شوية ممكن توصل موبايلك بالكمبيوتر وتنقل الفيليات الفيديوهات اللي انت عملت لها convert من البي سي لموبايلك على عموم نكتفي بهذا القدر لهذا الاعلان البسيط نرجع تاني للاخر بيعدير قدام الكاميرا والفاكتس اللي هو بيقولها النفس في فترة في عمري الفترة دي تقريبا كمت سن ثلثة عدازي لثلثة سنوي انا كنت في فترة الثلاث سنين دول كنت شخص بعشق حاجة اسمها خدع بكوتشينا وكنت بعض على اليوتيوب اكتر من اربع لخمس ساعات وعندي اكتر من ميت جيجا بايت فيديوهات كنت منزلها لازي تعمل خدع كوتشينا وازلت فاكر خدع بدون الخدع فخليني اعملها لكو دولك طب يا جماعة دولكتي دي كوتشينا فيها اوراق مختلفة والهدف اللي احنا اخد اربع ورقات حمر واربع ورقات سود واللي هيحصل في خدعة ان احنا هنحط هتشوفوا هتشوفوا اللي هيحصل دولوقتي والخدعة دي جماعة انا قطع ولا اي مشهد فكل ده حاجة ماشية بعض الاربع الحمر هو فوق والاربع السود تحتيهم فكده لو جمعناهم فوق بعض يبقى كده الحمر فوق والسود تحت هنحط السود واحد اتنين تلاتة اربعة وكده نحط الحمر واحد اتنين تلاتة اربعة دلوقتي هناخد ورقة سودة ورقة حمر ماشي ورقة سودة ورقة حمر ورقة سودة ورقة حمر ورقة سودة ورقة حمر السودة والحمر مفروض دلوقتي لما نجي نقدم واحد اتنين تلاتة اربعة يكون واحد اتنين تلاتة اربعة بس واحد اتنين تلاتة اربعة واللي عيحصل ان هم اللي اربعة حمر وازياد التأكيد للورق اللي في ايديه واحد اتنين ثلاثة اربعة صوت خلي بس تقول حاجة ان خلية تكوتشينا انت روستو شايفينها دي ما تعملش اي اطعف النص خلية تكوتشينا دي معمولة على طول من غير ما تتقطع خالص فلا عايزين نعملها لايف ستريم على فيسبوك ما عنديش ما نعملها فعلا مهم نروح لفيتشير بعد كده وهي انك تقدر تعمل اي فيديو عندك على الكمبيوتر في صورة في ار بانك ممكن تشغل الفيديو ده على زي نضالات الواقع الافتراضي بتاع السامسونج او اكلس او غيرهم وبصراحة مدي ميزة فعلا مستور انت ممكن تحول فيلم كامل من حمله على الكمبيوتر لشكل صورة الفي ار وتعطي تفرج عليه في شكل اميرسيف اكتر في شكل مغطي وشك اطف نرجع لفيتشير زي يوسف عاطف ونروح لاكتر سؤال اتسألني من اول بدأت القناة وعلى البوست اللي انا عملته على الفيسبوك جاله تقريبا حوالي 200 كمانتر 150 منهم تقريبا بيسألني السؤال ده يوسف هو انت مسيحي ولا مسلم انت مسلم ولا مسيحي بصراحة السؤال ده عميد جدا مش هيفله اي معنى ان هو يتسأل يعني بجد السؤال ده انا مش حابل ان اجاوب عليه من زمان اللي هو انت بتخبه يوسف يا جماعة انا مش بخبه انا مسيحي يا جماعة انا مسيحي بس مش شايف اي معنى اللي انا جاوب على سؤال زي ده عشان انا اقول اسحابي المسلمين في الجامعة اه اه يعني انا اعرف حياتي اكتر ناس اصحابي كانوا مسلمين ومسحيين ومسح يد فمش شايف ان السؤال ده هفروض يتسأل انا جاوبت عالسؤال ده عشان هو كان يتسأل كتير جدا بس يا جماعة مراش السؤال ده تاني ونروح للفاصل الاخير ونعرف حجم الفيديو اللي تصور ده بقى من كام جيجا بايت بقى كام ميجا بايت الفيديو متصور من الكاميرا السوني كان حجمه حوالي 9 جيجا بايت بعد ما اتعمله كل الحاجات اللي احنا قلنا عليها بتعديل الوام بقطات وحاجات الفيديو الاخير طال حجمه اقل من 500 ميجا بايت ودي في حد ذاتها حاجة قوية جدا واللي عايز يجرى برنامج ده فري ترايل هتلاقي اللينك البرنامج في وصف الفيديو نرجع تاني لليوسف حاطف شكرا شفت الفيديو بحبوكو جدا شوفكم في فيديو تكنولوجي اللي جاي ان شاء الله شوفكم في فيديو الجاي اهم حاجة انت نسيت تعملها انك تشترك في القناة التكنولوجيا وتشترك في القناة الفيليو جيد مسلا وتفعل الجرس ابدأيا الفيديو ده بييجي برعاية صوفت وير كلموني اه كانت مو ايه مش فاكر اسم الاسبونسر